أعظم سؤال يمكن ترحو في صباح أحد الأيام طلب مني بعض الخبازين مساعدتهم في استكشاف طريقهم إلى النمط الرائع لم يكن لديهم كبعات الخباز الكبيرة والمرنة أو أي من الخبز المصنوع يدويا وهو الأمر الذي كان مخيبا للأمال لكنني تغاضيت عنه أوقفوني في ردهة فندق أثناء مؤتمر خاص برواد الأعمال كان زوجين أخبراني عن قصتهما لقد سئمنا من ولاية تيكساس نريد أن نشعر بفصول السنة مرة أخرى ونريد التلال والأشجار لدينا مخبز صغير في المدينة يحبه الناس حيث نصنع أنواع مختلفة من الخبز والسندويتشات وقد بدأ ينمو وبدأنا في تكوين متابعين محليين لكننا نريد الانتقال إلى أيداه ولا نعرف ماذا يجب أن نفعل عندما نصل إلى هناك هل يجب فتح مخبز أخر هل يجب أن نركز على البيع بالجملة هل نعمل على تجهيز الطعام للمناسبات هل يجب أن يكون لدينا مطعم صغير أصبح من الواضح أثناء حديثنا أنهم مروا بقائمة طويلة من الأسئلة وهم يعبرون عبر ميدان التصحيح ما الذي سيصنع أكبر قدر من المال؟ ماذا هو الشيء الذي تحتاجه المدينة في أيداه؟ ما نوع الأعمال التي تستطيع أن تجعلها تنمو بأسرع ما يمكن؟ ما نوع العمل الذي يحتاج إلى أقل تكلفة؟ ما هي الفكرة التي تتطلب أقل عدد من المعدات؟ لقد مروا بقائمة من الأسئلة لكنهم فشلوا في طرح السؤال الأكثر أهمية في ميدان التصحيح لذلك قلت لهم هناك في الرضها حسنا ما هو الشيء الذي يمنحكم أقصى درجات السعادة؟ هل تعتقد أنني أثرت القلق لديهم؟ إذ إنهم كانوا يناقشون الأسابيع فكرة الانتقال إلى ولاية أيداه وقد عملوا بجد من أجل تحديات الانتقال ودرسوا وناقشوا الأمر وقد كانوا يحضرون حدثا تجاريا حصريا خاصا برواد الأعمال زو الأداء العالي عندما التقيتوا بهم لقد نظر إلى المشكلة من كل زاوية ممكنة مع ذا زاوية واحدة المتعة معظمنا لا يتوصل إيب أبدا لذلك فإننا لا نطرح ذلك السؤال أبدا ما الذي يعطيني أكبر قدر من المتعة؟ أعتقد أن البعض مننا يشعر بالزم عندما يقول هذه الكلمات بصوت عالي كما لو أنه شيء أنا لي أن أفكر فيما يمنحني المتعة كأن الفرح مقبول فقط لبعض اللحظات النادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع أو بعض اللمحات المفاجئة لغروب الشمس أثناء الإجازة ولكن ليس له هدف حقيقي في الحياة الحقيقية كأنه ربما سيكون من الأنانية أن نفكر أننا يمكن أن نحظى بمزيد من المتعة الحقيقة هي أن التغيير الحقيقي للحياة ومتعة أن تكون على طبيعتك سممة ليودينا دائما إلى الإيسار وليس الأنانية يرفض بعض أصدقاء المتدينين هذه الفكرة كمسألة مبدأ إذ نعتقد أنه ربما تكون الطريقة الوحيدة لخدمة الله ليتأكد من أننا بائسون في قصة الإبن الضال باربال يطلب الإبن الصغير ميراثه من والده فينفق كل هذا الميراث في العيش بشكل جامح ثم يعود إلى المنزل متوقعا أن يتحول إلى خادم من قبل والده المحبط للغاية لكن بدلا من ذلك يتم إقامة حفلة فخمة ومبهجة له بعض المتدينين في تلك اللحظة قد يرفضون الحفلة فيقولون لا لا هذا كثير هل هناك مكان حيث يمكن أن أخدم في المزرعة بدلا من ذلك أو ربما محطة لغسل الأقدام هذه الحفلة تعطيني كثير من المرح ولكن سواء أكنت تفكر مثلهم أم لا النقطة هي أننا نشعر بعدم الارتياح مع المتعة عندما يتعلق الأمر باستكشاف حياتنا لذا بدلا من أن نسأل ما الذي يمنحني أكبر قدر من المتعة نسأل أسئلة أسهل مثل ما الذي سيؤدي إلى أكبر قدر من المال هذا ليس سؤالا سيئا بل سؤالا رائعا لطرحه في النهاية ليس لدي مشكلة في كسب المال أنا كتبت هذا الكتاب على جهاز لابتوب اشتريته بمال أنا معجب بالمال لكن الأموال ليس شيئا تسعى لها بل هي نتيجة وتلك هي المشكلة يطرح مع الزمن أسئلة عن النتائج ما الذي سوف يؤدي إلى الحصول على المال ما هي الموظائف المتاحة في سوق العمل الآن ما هي الصناعة الآخزة في النمو ما أكثر شيء أمتلك خبرة في القيام به هذه أسئلة رائعة لكنها ليست الأسئلة الصحيحة التي يجب ترحها أولا لأنها لا تكشف عن الطريقة الرائعة الخاصة بك إذ إن هناك الماليين من الأشياء التي ستجعلك تحصل على المال ولكنها تتركك تعيسا وهذا ليس شيئا رائعا قد تكون شهادتك في التجارة البحرية لكن الشيء العظيم الذي يسعيدك هو أن تكون معالجا نفسيا أو إذا كانت مصانع الصلب توظف في بلدتك وكان سوق العمل صعبا فهذا لا يعني أن مصانع الصلب هو الشيء الرائع الخاص بك وما تكون قد أنضيت 30 عاما في العمل ككس لكن تقول لك طريقتك الرائعة دعنا لكون مربي نحل أيضا هذه ليست أمثلة خيالية هؤلاء أناس الحقيقيون أعرفهم جميعا تجرأوا على طرح السؤال ما الذي يسعيدني أكثر أتحدك أن تسأله أنت كذلك لا تبني مقاعد الحديقة إذا كنت تحب لعبة الجولف عندما تصادف رجالين بمطرقة في الغابة فعادة ما يدعو الأمر للقلق خاصة إذا لم تكن لديك يدانا قويتين مثل يدي لكن في أحد أيام السبت بعد الظاهرة لم نصادف أنا وأبي شيئا خطيرا بل قابلنا شيئا رائعا في مساحة صغيرة من حديقة كبيرة بالقرب منزلنا في أتلانتا وجدنا هناك أبا وابنا آخرين الأب الذي أعتقد أنه كان له لحية لأنني أضيف اللحة لكثير من أشخاصي في زاكرتي كان يحمل لافتة طويلة بينما وقف ابنه المراهق أمامه وكان يترك لافتة ببطء داخل حفرة قاموا بصناعتها في التربة الصلبة اتضح أنهم لم يكونوا يدفنانا جسدا شكرا على ذلك الافتراض التلقائي فقد كانوا يشيدون العلامات من أجل ممر الجولف لأن سقوب الجولف كانت متناصرة حول الحديقة ويصعب العصور عليها إذ لم تكن تعرف الممر الجيد لذلك خطوة للأخرى وحفرة للأخرى وكان هذا الثناء الديناميكي يحدد الطريق بثمان عشرة علامة مختلفة نظر الأب لأعلى ونحن نسير في اتجاههم دون أن يترك اللافتة ثم أوضح الأمر قائلا سفيحصل وليدي على شارة نسر الكشافة الخاصة به هذا بالتأكيد يتفوق في الأهمية على بناء مقعد آخر في الحديقة ثم اتسمى اتسامة عريضة وعاد إلى العمل أنا لم أحصل على شارة نسر الكشافة لكنني أتذكر أنني نشأت مع طفل من ما حصل عليها أتذكر أن والدتي طرحت علي الفكرة من خلال إخداري عن المشروع الذي دفعه إلى فعل كل ما موسعه كي يبرم الصفقة مع لجنة شارة الكشافة خامل ماذا فعل كما بتنظيفه إعادة طلائس سنابير إطفاء الحرائق في مدينتي من المحتمل أنه كان لديه شغف عميق تدير سنابير من الحرائق وما كان والده مختخصصا في سنابير الإطفاء وربما كان والده رجل الإطفاء أو أنه كان ملعا بالسنابير ولكن من المحتمل أيضا أنه لم يحبهم من المحتمل أنه أعتقد أن الحصول على شرف كونه نسر كشافة يعني القيم بشيء عظيم وأن عليه أن يكون مضحيا ويفعل شيء الذي لا يفعله أي صبي عادي ومن ثم أثناء تعديل حياتك والبحث في الأشياء التي تسير شغفك لا تبني مقعدا في الحديقة إذا كنت تحب الجول في سرا لا تتبنى كذبك أن تتغير العالم يجب أن يكون عملا أوتينيا أو أن يجعلك بائسا كن شجاعا بما فيه كفاية واستمتع أثناء تعديل وتصحيح حياتك النمط رائع ليس مسمى وظيفيا في أحد الأيام أثناء مؤتمر في أكلهما حاول رجل أن يربكني خلال جلسة سؤال والجواب فرفع يده من آخر الغرفة ثم سأل إذا وجد الجميع والوظيفة التي يحلمون بها فمن سيجمع القمامة أردت أن أكثر ساقه على طريقة كوبراكاي لكنه كان كبيرا في السن وأستطيع أن أدرك أن عزامه كانت هشة وأنا أعلم من الصحة لذا بدلا من ذلك تفوهت بإجابة سخيفة بينما كنت أعلم جيدا أن سأكتشف الإجابات المثالية بعد بضع ساعات عندما أقود السيارة منفردي إلى المطار وهو ما فعلته ها هي الإجابة أنت تخلط بين النمط الرائع والمسمى الوظيفي الطريق الرائع هو جوهر من تكون هو قلبك وروحك والحقيقة التي تصنعك المسمى الوظيفي هو مجرر النتيجة لطريقة معيشتك الرائعة أنا لا أحاول أن أخبر الناس أن يخرجوا ويعصروا على مسميات وظيفية جديدة أنا أقول لهم أن يهربوا من الشكل التقليدي في تلك المرحلة إذ لم يأخذوا الميكتروفون بعيدا عني عنوى لأن التعرق الذي ظهر أعلى وجهي يشير إلى صراخ وشيك ستكون تلك هي الكلمات التي سأكمل بها الإجابة اضطررت مرة إلى اتصال بمكتب دعم شركة أبل لأن الايكلاود قد دمر حساب الايتونز الخاص به لقد استخدمت مستوى عاليا للغاية وبالتالي فقدت كل الموسيقى التي اشتريتها خلال سنوات العشر الماضية لذلك اتصلت بهم واتررت إلى قضاء ساعة على الهاتف مع ممثلة خدمة العملاء وبينما انتظرنا من أجل أن تترقى معلومات من قسم آخر تبدلنا أطراف الحديث فسألتها هل عملك صعب؟ لقد جلست بجانب أقسام خدمة العملاء في الوظائف التي عملت بها ويبدو أنه وظيفة صعبة كان هذا افتراضا آمنا جدا من جانبي بدت وظيفتها بائسة قريمة بالنسبة لي فإن كل مكالمة هتفية تترقاها تكون من شخص تعيس لا يرن هاتفها أبدا بأشخاص يقولون لها شكرا أو أنا أحب اللابتوب الجديد إنه يعمل بشكل رائع فقد أردت أن أخبرك لكن يتصل الناس فقط عند كسر هواتفهم أو عند تحطم الكرس الصلب أو عند التفاع درد حرارة بطارية اللابتوب فتؤدي إلى حريك صغير أو عندما من النحية النظرية بالطبع يسكبون القهوة داخل الكمبيوتر ويأملون في وجود نوع من الاختصارات بلوحة مفاتيح مثل كونترول ألت ويدغطون عليه فربما يمكنهم من فتح مدخات اللابتوب فكر في أسوأ مكالمة هاتفية تلقاتها في العمل الأسبوع الماضي ثم ضعفها بأربعين ساعة وسوف تتكون لديك فكرة مواضحة عن وظيفتها أو على الأقل أعتقدت أن ذلك ما ستقوله لكن أنا كنت مخطئا قالت لي أنا أحب وظيفتي أجبت حقا كيف ذلك حسنا هناك شيئا أحبهما تعلم أشياء جديدة ومساعدة الناس ومثلما أتمكن من فعل ذلك طوال اليوم بدت الفرحة جالية عليها بينما استمرت في التحدث عن عملها كل يوم أستطيع مساعدة الناس في حل مشاكلهم هذا ممتع جدا وأستطيع تعلم أشياء جديدة لأن التكنولوجيا تتغير بسرعة كبيرة حتى أنها تختلف كل يوم وأتعلم كل شيء عن ذلك أغلقت الهاتف في ذلك اليوم وأدركت أنني كنت أنظر على الطريق الرائع في السياق المعين كان الشيء الرائع الخاص بتلك الفتاة ومساعدة الناس وتعلم أشياء جديدة ومجرد أن تعلمت ذلك ومجرد أن اكتشفت ذلك تستطيع التطبيق بمليون طريق مختلفة يمكنها أن تتخذ وظيفة يقول الكثير من الناس عنها من الصعب القيامي بها لكنها تجد المتعة فيها لقد صرت خلال ميدان التصحيح وبدلا من البحث عن مسمى وظيفة محدد كشفت عن فرحتين تعلم أشياء جديدة ومساعدة الناس ثم بحثت عن طرق لتطبيقها بشكل أكبر كل يوم وفهمت أنه كي تصبح رائعا يتعلق بإجادة جوهر من أنت وماذا يسعدك ومجرد أن تكتشف ذلك يمكنك الحصول على مليون وظيفة مختلفة وممكنك أن تتخذوني كمثال حيث أنني الشخص الوحيد الذي يكتب هذا الكتاب الآن ومجرد أن كنت بتصحيح حياتي أدركت أن ما يهمني حقا هو مشاركة الأفكار وفجأة أصبح هناك مليون وظيفة أحلام متاحة وممكن أن أصبح مدونا مؤلفا متحدثا في بودكاست متحدثا عاما موضيف برنامج إزاعي أو استشاريا نفسيا أو كاتب محتوى دعائي نفتح عالم وظائف الأحلام عندما وصلت إلى جوهر ما أحب أن أفعله عندما قمت بنحت قطع ترخام تلك التي وجدتها في ميدان التعلم واكتشفت تمثال ديفيد بداخلي ومجرد أن وجدت ذلك كانت وظيفتي ومجرد طريقة أخرى لتطبيق تكشافي من خلالها وصنع يفعل الأمر بشكل معاكس إذ أننا لا نأخذ الوقت الكافي للسير عبر ميدان التصحيح بدلا من ذلك نقضي قليل من الوقت في التعلم ثم نقول الآن أنا بحاجة إلى أن أعصر على وظيفة مثالية لكننا نقضي لما نعرفه ما نحبه فعله في تلك المرحلة لذا فمن المستحيل العصور على الوظيفة المناسبة وينتهي بين المطوف عادة بالإحباط ونعقد العزم على أن نسمح للعمل فقط بدفع الفواتير المسمى الوظيف الحالي لي هو مهندس معماري أعترف أن هذا يبدو تنورا بعض الشيء وحتى عندما كتبتها نوعا ما جعلتني أتساءل عما إذا كنت أحمق الإجابة هي نعم لكننا سنتحدث عن ذلك لاحقا في الكتاب ولكن هل يمكنك أن تتخيل عند مغادرة من ميدان التعلم إذا قلت بدلا من عصوره على شيء رأى بداخلي سأبحث فقط عن شركة توظيف مهندسين معمارين كيف يمكن أن يكون ذلك صعبا يجب أن تمتلئ البلدة بوظائف خالية كهذه لذلك لا تبحث فقط عن مسمى وظيفه ابحث عن الشيء الرائع بمجرد اكتشاف ذلك من الممتن أن تكون مسؤول خدمة عملاء وتظل رائعا